اعترضت حكومة المحافظين أمام المحاكم على حق مقاتعة كابك بالانفصال دون موافقة أوتوى وإشعلت هذه الخطوة مجدداً السجال الدستوري وجعلت هذه المسألة الحكومة في كابك تستشيط غضباً فقد ضمت الحكومة الفيدرالية صوتها إلى صوت الزعيم السابق لحزب المساوات كيث هندرسون الذي رفع دعوة قضائية للاعتراض على البند الرابع من القانون الذي يحمل الرقم 99 ويرتبط هذا القانون بتطبيق الحقوق الأساسية والامتيازات الخاصة بالشعب الكابكي ودولة كابك والذي بيموجبه يحق للشعب وحده بتقرير مصيره أما بيموجب البند الرابع فيحق للمقاطعة بالانفصال عن كندا بحال وافق الناخبون بنسبة 50% زائد واحد على انفصال المقاطعة في استفتاء عام وبذلك تكون الحكومة الكندية قد خرقت الهدنة الدستورية التي بدأت مع انتخاب ستيفن هاربر رئيسا للوزراء عام 2006 بين كابك وأوتاوة عبر زعيم الحزب الديمقراطي الجديد تمام يلكير عن دعمه للقانون الكابكي الذي يسمح للمقاطعة بالانفصال عن كندا في أعقاب استفتاء يفضي إلى الحصول على 50% من الأصوات زائد واحد واعتبر ميلكير بأنه بحال أتت نتيجة الاستفتاء حول الانفصال بنسبة 50% زائد واحد فأن هذه النسبة تشكل الأغلبية في مفهوم الديمقراطية وانتهز زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الفرصة لانتقاد أداء حكومة المحافظين حيث اعتبر ميلكير أن السياسات التي اعتمدها فريق ستيفن هاربر ساهمت في تعميق عدم المساواة في البلاد وبأن أغلبية المواطنين لم يتمكنوا من الاستفادة من الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة خلال الأشهر الماضية أكد حزب الكتلة الكابكية أنه سيقف إلى جانب الحزب الكابكي بحال تم إطلاق الانتخابات المبكرة في المقاطعة وبأنه سيعمل بشكل وثيق على أرض الواقع إلى جانب حزب بولين ماروة هذا ويعتزم زعيم الحزب الفيدرالي دانيال بايي بذل كل الجهود الضرورية لإعادة انتخاب الحزب الكابكي في المقاطعة إنما على رأس حكومة أغلبية هذه المرة بحسب قوله أعلن أمس الأحد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن إجراء انتخابات فرعية في أربع دوائر في الخمس والعشرين من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل ستجري الانتخابات الفرعية في دائرة بوراسا في مقاطعة كابك ودائرة بروفانشي ودائرة برندن السوري في مقاطعة منيتوبا وفي دائرة تورونتو سانتر في مقاطعة أونتيريو وستسمح الانتخابات الفرعية في دائرة بوراسا تحديدا من إيجاد خلف للنائب الليبرال الفيدرالي المستقيل دوني كودير والذي يترشح حاليا لرئاسة البلدية في موريال في الخبر الأخير أدى خروج قطار محمل بالنفط عن مساره يوم السبت إلى حادث جرى في مدينة جينفورد في مقاطعة ألبيرتا ونتج عن الحادث احتراق ثلاث حفيلات وتم استدعاء فرق الإطفاء لاحتواء الأضرار وأخماد الحريق وجرى الحادث على بعد ثمانين كيلومترا من غرب مدينة إدمنتن مما دفع بالسلطات إلى أخلاء المناطق المجاورة على سبيل الوقاية والاحتراز كما تم استدعاء خمسة وخمسين عضوا من الشرطة الفيدرالية الكندية للعمل إلى جانب فرق شركة السكك الحديدية الكنديين وأيضا الكنديين أو شركة السكك الحديدية عفوا التي تقف وراء هذا الحادث كنيديين ناشنل وأيضا مكتب سلامة النقل في كندا مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا لحسن المتابعة اشتركوا في القناة